فصل الخريف في طهران يعرفه جيداً ما يسكن هذه المدينة لأن تلوث فيه يبلغ أشده خلاله ولكن يبدو أنه هذا العام جاء محملاً بملفات اتهام للرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد الذي يتهمه القضاء في إيران بمخالفات مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مئة مليار دولار التفاصيل مع مراسلتنا في طهران علامة سعودي لتقصي فصل الخريف في طهران خصائص تساهم بزيادة تركيز نسبة التلوث بسبب العلاقة بين سرعة الرياح وتلوث الجو إذ يكون عمود الهواء الصاعد في أقل مستوياته الحركية مما يجعل عملية تقليبه منخفضة وبالتالي عدم تحرك ذرات الهواء الملوث ورغم محاولة وزارة البيئة إيجاد مساحات خضراء كافية للحد من هذا التلوث إلا أنها تصطدم بجدار التخصيصات لو احتسبنا كلفة استصلاح مليوني هكتار من الأراضي التي تعاني من التصحر في بلادنا سنحتاج لمواجهة الأتربة والغبار ناتجي عنها إلى 20 مليون تومان إيراني للهكتار الواحد 20 مليون تومان أي ما يعادل الخمسة آلاف دولار ليس بالرقم الكبير مقارنة بمضار هذا التلوث إذا ما تم احتساب اختلاسات تتهم بها الحكومة الإيرانية السابقة برئاسة أحمد نجاد إذ بلغ قيمة أصغر ملف فساد الخمسة عشر مليون دولار وهو مبلغ كفيل باستصلاح الكثير ويبدو أن جدلية الانفتاح على الغرب كانت بمثابة الريح التي بدأت تسقط أوراق السياسيين الآن فبعد رف العقوبات ظهر الاختلاف حول تطبيع العلاقات مع الغرب من عدمها بين القوى الثلاثة في إيران القضائية والتشريعية والتنفيذية لا يمكن أن نسمي هذه الملفات اختلاسا لربما تعتبر سوء إدارة لكن لما لم يحسب سوء الإدارة في وقتها واليوم طرحت هذه الأمور أعتقد أن السبب يعود إلى حرب القوى الثلاثة المندلع الآن ما يعادل المائة وخمسة وسبعين مليار دولار أمريكي هو مجموع المخالفات المالية التي يتهم بها نجاد خلال فترتين رئاسته فعدم البت بأي حكم على هذه القضية حتى الآن يبقيها علقة كملف البيئة في إيران الذي أطالت انتظاره قلة التخصيصات أولا والبيروقراطية في التعامل معه ثانيا يبدو أن صحب التلوث البيئي في خريف طهران امتدت متسللة لملفات ساستها فهل ستسقط مع أوراقه الصفراء أسماءهم أيضا؟ سؤال يترقب إجابة لأخبار الآن علامة سعودي طهران ترجمة نانسي قنقر